إذن معنا مباشرة سيد هشام الرئيس الرئيس التنفيذي لمجموعة جي اف اتش أهلا وسهلا بك معنا في سي ام بي سي عربية صباح خير الله يزعد أوقاتك يعني الآن أنتم تتجهوا إلى إدراج جديد رابع في سوق أبوظبي بعد البحرين الكويت دبي يبدو أن شهيتكم الاستثمارية تقول هل من مزيد؟ لماذا أبوظبي تحديدا وما هي القيمة المضافة لهذا الإدراج في هذه البورصة المهمة؟ نعم طبعا في البداية طبعا سوق أبوظبي من أحد أهم الأسواق في الخليج ننشوف السعودية وأبوظبي هما الأسواق التي في الصدارة في الخليج إن شاء الله معدل التقييمات الموجودة والكرارة الربحية والـ P.A. ratios في هذه السوقين تحديدا كمية عالية نحن كشركة وكمأسسة موالية البحرينية تربطنا علاقات جدا مهمة في أبوظبي وعلاقة مملكة البحرين بالقيادة أيضا في أبوظبي نحاول أن نعزز من هذه القصة ويكون لنا تواجد في سوق أبوظبي نعتقد من خلال الإدراج في أبوظبي بترفع قيمة القيمة السوقية والسيول اللي موجودة نسمى العرفة الكريم اليوم أبوظبي الـ P.A. ratio منت تقريبا 23 مكرر وللبنوك 20 مكرر يفوق بكثير المكرر اللي تم التداول فيه في الجيفة في الأسواق الأخرى والسيول أيضا في أبوظبي خلال من بداية السنة تفوق قريبا من 500 مليون أو 450 مليون دولار تفوق بكثير الأسواق الأخرى أيضا ونعتقد هذه الإدراج بضيف كثير حق المساهمين للمجموعة نحن عندنا فكرة أو رؤية في الجيفة كثير من الشركات تطلع على السوق الأمريكي والإدراج فيها ولكن نحن نعتقد أسواق الخليج إذا دمجة توفر فرصة جدا جميلة من خلال دمجها أو من خلال تواجد مؤسسة مهمة فيها في جميع الأسواق وهذا نحن نحاول حتى إن شاء الله مع الإدراجات في كذا نعم كما تفضلت وذكرت سوق أبوظبي تميز بارتفاع التقييمات للأسهم والشركات كيف تتوقع أداء السهم في هذا السوق؟ والله إحنا متفاعلين جدا بهذا التفاعل ليس في السوق أبوظبي تحديدا بروحه ولكن في الأسواق الأخرى كل سوق ولا طريقته ولا قراءته في الأسعار التداول عندنا طبعا دبي سوق جدا مهم وشريحة المتداولين في ميكساير انترناشنال أكثر عندنا في سوق الكويتي سوق يعني يقرأ الأرقام ويحل الأسهم بطريقة مختلفة وتواجد عديد من الصناديق فيها وكذلك أيضا سوق البحرين أبوظبي طبعا حاليا في الصدارة بالنسبة لزخم والإدراجات والسابورت الكبير ليجي من الحكومة وهذا يعني يبتح لنا فرصة ليس فقط على تعظيم قيمة المساهمين ولكن أيضا لتعزيز تواجدنا في أبوظبي كل مساهمين جدد قدراتنا على تسويق وجي فت أن يكون معروف بشابة كل أكثر ونخد حصة سوقية أيضا في سوق البحرين إن شاء الله نعم جيد وأنتم أيضا في طريقكم إلى الرياض إلى السوق السعودي متى سيكون ذلك سيد هشام نعم إحنا الله يسلم قدمنا على السوق السعودي المتطلبات الأفصاحات تكلمتنا سابقا عن هذا الموضوع أننا نخضع لنظام الأيوفي في العرض البيانات المالية وفي السوق السعودي معتمدين بشكل بدون استثناءات نظام الآيفارس فقط إن شاء الله توصل معهم منتين من هذه الجزئية لأن نظام الأيوفي مقارب بشكل كبير للآيفارس باختلافات بسيطة لا تؤثر على البيانات المالية وطريقة عرضها مشابهة جدا ولكننا كبنك عندنا معايير الشرعية ونظام الإسلامي البنكي نلتزم بنظام الأيوفي إن شاء الله نعم هل هناك زمن تقديري لإتمام هذه العملية؟ والله يعني إحنا نتطلع خلال عام ولكن هذه إحنا يعني ما بيعطي تواريخ يكون ما كنا أنا أسوي مسليدين حق الناس ولكن هو أولوية بالنسبة لنا في قبول وفي ترحيب في السوق السعودي للجي فتش وإحنا إن شاء الله يعني إذا نتهينا من الموضوع الأفساحات أتمنى إن شاء الله يعني أنا أبتميستيك متفائل إن نقدر نحقق تقدم في هذه الملاث خلال عام إن شاء الله نعم خلال عام من الآن جيد دعنا نعرج على أخبار شركتكم التي تتمدد في كثير من أرجاع العالم وأنتم تختنصوا الفرص بشكل أو بآخر إلى أي مدى تأثيرات الأجواء الحالية تؤثر عليكم أيضا يعني أنت تعلم أن الأزمة الروسية الأوكرانية تلقي بضلالها على المسجد العالمي ولماذا أنتم مهتمون بالاستثمار في الولايات المتحدة الأمريكية والقطاع العقاري على وجه التحديد نعم طبعا البيئة الاستثمارية حاليا اليوم تخلق فرص وفيها في نفس الوقت كثير من الصعوبات والشالنج نحن كما جموعة المالية كنا بنين البنك بطريقة ما يكون عندنا تنوع في الاستثمارات يمكن كيف نستفيد من الفرص اللي قاليها نصير خاصة مع الارتفاق في الانترستريت عندنا المصرف التجاري الخليجي اللي انتهينا من الاستحواذ على ما يقرب كالبنفت من الأرباح تقارب تقريبا 96% وارتفاع الانترستريت والبروفيت ينعكس على ربحية بشكل أكبر في التجاري هذه من الجانب الإيجابي من الجانب الاستثماري زيارة الانترستريت يقلل من الربحية اللي احنا سميين خاصة في العقارات اللي في امريكا اللي كان في المستثبري في ماطات الخليج يحبون ينوعون استثماراتهم ويروحون سوق آمن اللي هو سوق أمريكي سوق يعني ماتشور وفي عديد من الشركات الاستثمارية والممولين وهو ما زال كذلك أيضا الآن تختلف يعني نوع الأستس اللي نشتريها قبل سنة أو قبل سنتين اللي موجودة اليوم برغم من ذلك عقنا كنا أمس باجتماع عندنا مع فريق الاستثمار يقولون مع ارتفاع الانترستريت قاعد يشوفون الكابريت هي تقييمات الأصول سواء كانت في اللوجستيكس ولا في القطاعات الأخرى ما شافوا فيها تحثير لحد الآن وهذا يمكن يعطي نعكاس أن السوق يتوقع نزيادة الانترستريت تمبراري أو آنية يعني يمكن تكون ثلاث سنة أو سنتين وترجع مرة ثانية فبالتالي شوفنا كثير حصلنا على كثير من المنديتس لشركات عالمية للاستثمار وشراء عديد من اللوجستيكس لهم في أوروبا استلمنا من خلال شركتنا التابعة في لندن ما هو حاج محفظتكم العقارية في أمريكا؟ محفظة العقارية في أمريكا تقريبا تفوق الأربع مليار دولار أربع مليار دولار جيد سيدي شام أنتم يعني تعتمدون على اختناص الفرص بطبيعة الحال الاستحواذات التخارجات بشكل يعني حسب الأصول وما تغطيه المصلحة ما هي أبرز التخارجات المحتملة ربما في هذا العام في تقديرك؟ نعم في عندنا الله يسلمك في قطاع اللوجستيكس عندنا تخارج إن شاء الله من أحد الأصول اللي قمنا بالاستحواذ عليه خلال الثمانة عشر شهر الماضيين وهاي إن شاء الله بيكون خلال هذا العام عندنا تخارج أيضا من أحد الشركات نسميها برايفت أكويتيا والأسهم الخاصة في منطقة الخليج في قطاع الدفع المالي الإلكتروني نعم في أحد الشركات الرائدة نتملكها شركة مارشال يتم حاليا جزء بيع أو الانتهاء من عمليات من أحد الشركات من خارج المنطقة للاستحواذ على قسم كبير منها وبالتالي نحن نشوف مع تغير الأسواق نحاول أن يكون لتوجه في المنطقة وخارجها نشوف فرصة كبيرة أمانة خلال العام في منطقة الخليج خاصة من ارتفاع أسعار الناقض وزيادة الوفرة المالية في منطقة الخليج نتوقع أن تنعكس على أسواق المال ويكون في أكتيبيتيز كبيرة في منطقة الخليج نعم هذه التخرجات أخيرا سيد هجام ما هو المتوقع أن ترفض به خزينة جيفيتش خاصة قطاع اللوجستيات نعم يعني ما أقدر أعطيك أخي الكريم رقم معين بفصاح إن شاء الله لما يكون تحديد الأسعار ولكن هي تفوق الأسعار التي شرينها بكثير إن شاء الله أشكرك هشام الرئيس الرئيس التنفيذي لملموعة جيفيتش شكرا لوجدك معنا في سي أم بي سي عربية شكرا